بطول عبدو يعني دول اللي بيتلقوا الخدمة بقى يعني ايه رأيك في كلام اللي قالوا الحقيقة ده احنا لمسناه في الطلاب الطلاب عندها حماس رهيب بيدون احنا طاقة ايجابية فعلا الطلبة وبالذات مثلا الخرجين الدبلومات الفنية دولا ما كانش قدامهم مصحر اخر فالكليات التكنولوجية الحقيقة وجماعتهم فتحت لهم باب انه هيب عنده بكالوريوس ومش كده وبس برضو حتى ما كانش بقدر يسجل دراسات عليا يقدر الوقت ياخد دبلومة عليا يقدر ياخد ماجستير يقدر ياخد دكتوراه مهنية او بكالوريوس او ماجستير ماني بالاضافة انه هو برضو نظرة المجتمع ليه صحيح الوقت بدأ يشتغل على نفسه بدأ يتطور بدأ يلمس ويمارس الجانب العمل بقديه صحيح فحسس بسعادة يعني الطالب بيحط الحاجة ويجرب ويلائي الرقم طلع له زي المحسوب فبياخد نوع من الثقة في نفسه وفي الشغل تمام دكتور محمود سألت دنيا عن السكن عندها حق بس يعني هل فيه امل ان احنا نشوف يعني مدينة جامعية جنب هو حضرتك منطقة القاهرة الجديدة يعني الارض فيها محدودة وانما ده محتاجة بقى موازنات اخرى بقى يعني انما فيه بدأة اخرى يعني طلبة كتير جد بيجولنا فيه مدن جامعية بتقبل مش لازم تكونت فيه امبابة وفي اماكن اخرى بيعملونا طلبات وبنوافق لهم ويقدموا ويسكنوا اه بيقدم طلب عند حالات في الجامعة والكلية الجامعة التانية بتخدم اه بياخدوهم ويسكنوا فيها في طلبات كتير وقارب مدينة جامعية بقى هتكونوا ايه اه هم الطلبة اللي عارفين بقى فيها كان فيه مجموعة كبيرة من مدن الجامعية بيقدموا فيها يعني نتمنى لو لو الوزير سمعنا انه برضو يعني ان شاء الله الاجيال اللي جاية لانه هيبقى فيه اه دول في اولى السنة الجاية هيبقى دفعة تانية وتالتة وربعة نتمنى ان شاء الله حتى ولو يكون فيه ملحق لسكن الطالبات لانه عندها حق دنيا في الكلام اللي هي اه قالته الاسد زي تعيينه ازاي يعني اه اه الان زي جامعة القاهرة وزي جامعة عين شمس ولا فيه تعاقد مؤقت اه هو الاسلوب اللي التعيين في الجامعة بالتعاقد لمدة ثلاث سنين قبلين للتجديد اه طبعا بيبيت درس احتياجات المكان وبيتم عمل مؤابلات شخصية ومن خلالها بيتم اختيار عدوهاي التدريس او الهيئة المعونة المناسب للتخصص والكولفايد المؤهل للنوعية دي من التعليم يعني هي كان برضو احدى المخاوف انها ممكن تبقى زي الجامعات الحكومية العادية تكرار فكان التخاوف ان احنا عايزين برضو ناس تكون مؤمنة بالجانب العملي نوع التعاقد القانوني اللي بيربط الاستاذ او الدكتور بالجامعة ده مذكور في القانون بتاع الجامعات التكنولوجية مذكور انه بيبقى بالتعاقد حتى القيادات تعاقد لمدة محددة اه حتى القيادات لمدة ثلاث سنوات قابلين للتجديد تمام